شاركت شعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التشاوري لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم في مدينة كيغالي بجمهورية رواندا ومثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع سعدت السيدة جميل علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وسعدت النائب محمد عيسى العباسي عضو مجلس النواب وبحث رؤساء وممثل المجالس التشريعية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سبل تعزيز العمل المشترك وتبني مواقف موحدة تجاه القضايا التي تقع في دائرة اهتمام المجالس التشريعية في المجموعة الإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي كما تمت مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والنظر بمقترحين طارئين مقدمين من جمهورية العراق وجمهورية باكستان الإسلامية وأكدت الشعبة البرلمانية الدعم والمساندة للرؤى والأفكار التي تحقق مزيدا من الشراكات والتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وبرلمانات دول العالم مشيرة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية تقوم على تعميق الروابط والعلاقات بين جميع البرلمانات بما يساند الجهود التي تبذلها الدول من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز البرامج والخطط التنموية المختلفة